بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الدرس الخامس عشر من دروس دورة التجويد للمبتدئين نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن التقاء الساكنين عندما يلتقي حرفان ساكنان في القرآن الكريم فماذا نصنع؟ لأن الأصل في اللغة العربية أنه لا يلتقي حرفان ساكنان في الكلام إلا في مواضع سنتعرف عليها فيما بعد بالتفصيل فإذا التقى حرفان ساكنان في اللغة العربية فإنهم يتخلصون من هذا الالتقاء بشيء ما ما هو التخلص وما هي الطريقة للتخلص من التقاء الساكنين؟ يكون ذلك بحسب الموضع أو الحرف فإذا كان الحرف الساكن الأول هو حرف مد يعني حرف من حروف المد فإذننا نحذف هذا الحرف إذن النوع الأول من التخلص يقوم بالحذف حذف الحرف الأول مثل قول الله عز وجل إذا الشمس كورت فإذا الألف في كلمة إذا هذه نحذفها نحذفها لأنها التقت مع الشين الساكنة في كلمة الشمس لأن الألف في الوصل تسقط عند الوصل واللام لأنها لم شمسية تضغم في الشين فيلتقي ألف إذا مع الساكن في حرف الشين في الشمس فنتخلص من الالتقاء الساكنين بحذف حرف الألف فتقول إذا الشمس إذا الشمس أنت نضقت ذال مفتوحة فقط لم تنطق إذا لم تنطق الألف لم تقل إذا الشمس وإنما إذا الشمس فأنت حذفت حرف المد النوع الثاني من التخلص يكون بتحريك الساكن الأول فإذا كان الساكن الأول حرف صحيح يعني ليس حرفا من حروف المد فإذننا نتخلص بأن نحركه إما بالفتح أو الضم أو الكسر بحسب المواضع فإذا كان الموضع الأول هو التخلص بالفتح إذا كان الساكن الأول هذا في كلمة من الجر يعني حرف الجر من فهذا نتخلص بالفتح نفتح النون في من الجر مثلا قوله تعالى من الذين فالتقى عندي النون الساكنة في من والذال المشددة في أو عفوا اللام الساكنة في كلمة الذين فتحركت النون للتخلص من التقاء الساكنين فتقول من الذين لأن الألف طبعا التي في الوسط ألف الوصل تسقط عند الوصل وأيضا من المواضع التي يقرأ بها في رواية حفص عن عاصم ويتخلص منها بالفتح هذا الموضع في أول سخرة آل عمران عندما نصل ألف لا ميم بالله لا إله إلا هو الحي القيوم على وجه فتح الميم فنقول ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلم نمد الميم مدا لازما وإنما فتحناها تخلصنا من التقاء الساكنين بالفتح وهذا وجه جائز نقرأ به في رواية حفص عن عاصم الحالة الثانية التي نتخلص منها من التقاء الساكنين بضم الساكن الأول إذا كان الساكن الأول واو جماعة مثل قوله تعالى وعصوا الرسولة الآن عصوا الواو هذه واو يعني ساكنة والراء ساكنة في كلمة الرسولة لأن كل الذي في الوسط هذا يذهب الواو في كلمة وعصوا بعدها آلف هذه الألف تسمى الألف الفارقة هذه لا تنطق هي تكتب فقط والألف الوصل في كلمة الرسول تذهب عند الوصل واللام هذه لام شمسية تضغم في الراء فبالتالي يلتقي عندي ساكنان هما الواو والراء لأن الحرف الراء هذا مشدد الأول منهم ساكن فنتخلص من هذا من التقاء الساكنين هذا بتحريك الواو بالضمة فتحرق واو عصوا بالضمة فتقول وعصوا وعصوا الرسولة فأنت حركت الساكن الأول وهو الواو بضمها أيضا من المواضع التي نحركها بضم الساكن الأول أن يكون الساكن الأول ميم جمع وميم الجمع هذه تكون في آخر الكلمات التي تكون فيها ميم جمع عليهم إليهم عنهم ونحو ذلك فهذه إذا جاء بعدها ساكن فإننا نتخلص من الميم الجمع بالضم فتقول عليهم الذين عليهم الذين هكذا لأن أيضا الميم ساكنة واللام في كلمة الذين أيضا اللام الأولى من اللام المشددة ساكنة فنتخلص بالضم نقول عليهم عليهم الذين باقي المواضع التي يلتقي فيها ساكنان نتخلص بالكسر لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر هذا هو الأصل أننا نتخلص بالكسر مثل قول الله عز وجل لمن لمن ارتضى لمن لمن ارتضى كذلك مثلا قول الله قالتي امرأة قالتي قالتي امرأة هكذا فأي موضع آخر فيه التقاء ساكنان التقاء ساكنين فإننا نتخلص بالكسر وبهذا نكون انتهينا من هذا الدرس وبإذن الله نكمل في الدرس القادم وجدتكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر